في ثاني أيام عيد الفضل المبارك وللسنة الحادية عشر على التوالي تقوم شركة أوريدو بمعية الهلال الأحمر الجزائرية بزيارة لمختلف المستشفيات لتوزيع هدايا على الأطفال المرضى العمال أوريدو يتطوعون باليوم الثاني للعيد لتقديم هدايا للأطفال في المستشفيات فالعملية تتم بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري بحضور رئيسة الهلال السيدة سعيدة بن حبيلس كذلك بحضور سفراء أوريدو كما لاحظتوا ماجر مورسلي الصيفي العملية بدأت تتوسع في بداية كنا ندرها في مستشفيات الجزائر العاصمة وهي ست مستشفيات كما لاحظتوا بيرتراريا بن ميسوس بابلود مصطفى الجامعي بارني ولكن رح الآن وسعناها لمستشفيات بشرق وغرب البلاد شخصية رياضية معروفة تشارك في مبادرة إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال وإن شاء الله بحضورنا المتواضع إن شاء الله نرفع مستوى هذه الناس هنا وإن شاء الله نكونوا الدوات تحهم ابتسامة للطفل كما أقول لك ابتسامة رأي صداقة ديجا كتشوفها الطفل هكذا يضحكوا يفرحوا بها دولي جوه الدنيا ما فيها ما عندهاش تأمن نحن اليوم مع كالسفراء أريدوا دور إيجابي تجاه الأطفال وخاصة مع الهلال الأحمر لها ما رح نحاول بش نقدمه هدية باش كذلك نغرسوا الفرحة في قروه حتى ما يحسوش باللي راح بعد أجواء العيد المرضى وأولياؤهم لم يفوتوا الفرصة ليعبروا عن امتنانهم لهذه الوقفة التي جاءت في وقت حرم من إحياء أيام العيد في دفء العائلة زيارة الأطفال المرضى وإدخال البهجة إلى قلوبهم هي عادة حامدة تعكف أريدو والهلال الأحمر الجزائري على تكرارها مع كل مناسبة وهي أيضا رسالة تدعو لترسيخ التضامن وسط الجزائريين